الله عزيزي الله عزيزي الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته مسجد أنس بن مالك بالتحية لجميع سكان نديد الفصة وأهنئهم بعيد الفترة المبارك وأتمنى من الله عز وجل أن يعيده علينا بالخير والأمان والإطمئناء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم معنا الأخ سامير زمال أحد القائمين على مسجد أنس بن مالك كلمة بمناسبة عيد الفترة المبارك الكريم أولا أتقدم باسمه باسم كل عمال المسجد أنس بن مالك إلى الأمة الإسلامية عامة وشعب الجزائري والشعب بسي خاصة بحر التهاني بمناسبة عيد الفترة المبارك ونسأل الله عز وجل أن يعيده علينا ونحن في أتمي الصحة والعافية وأن نكون من المقبولين إن شاء الله عند الله عز وجل وبعد فإن المسجد يعني كباقي السنوات الماضية قام بمجموعة من النشاطات منها ما هو اجتماعي منه ما هو ديني منه ما هو ثقافي فقد قمنا أول شيء بجمع مجموعة من المواد الغذائية وتقديمها على شكل قفة رمضان إلى أصحابها والمستحقين لها من الفقراء والمسكين والسكان الحي وكذلك إلى سكان حي مدينة تبسها كافة أيضا قمنا بنشاطات ثقافية بإقامة بعض المسابقات والتي كرم أصحابها في ليلة 27 كما تعلمون ذلك أيضا قمنا بنشاطات توعوية من خلال إلقاء بعض الضروس من بعض الأساتذة اللي حاضروا وشرفونا بالحضور تاهم والتوجه تاهم مع العموم هذه أغلب النشاطات إن شاء الله في المستقبل تكون إن شاء الله هناك مبادرة أخرى ورب يتقبل إن شاء الله على المحسنين وعلى الفاعليين وعلى الذين ساهموا سواء من قريب أو من بعيد في هذا النشاط وأجدد تحيتي وكل دعواتي أن يتقبل الله عز وجل من جميع المسلمين وأن تكون إن شاء الله صفحة مشرقة إن شاء الله في ميزان حسناتهم واجزاك الله خير فيك بارك الله متابعة للصفحة تعاتي بيسان فتبار إن شاء الله متابعة يوميا إن شاء الله رأيك بصراحة رأيك بصراحة في الصفحة حتى لكن عندك أنت قدمة مقبول وكلمة للعضاء الصفحة إن شاء الله والله الصفحة يعني أول حاجة هي خصصة لجميع السكان بكل أطيافهم وكل توجهاتهم وكل أفكارهم هي تقدم المعلومة بشكل واضح وشفافية إن شاء الله كاملة إن شاء الله نطلب من الجميع أنه يدعمها وأنه يعطيها بعض المعلومات كذا في أي حاجة في أي معلومة نحاول أن تكاثف حولها وتكون هي مصدر موثوق ومصدر شفاف لكل تعكس إن شاء الله رأي الشارع التبسي وبركة الله فيك كلمة للقائمين على المسجد والله أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم وأن يفيبهم وأن يجعل ذلك في بيزان حسناته وأن يعيد علينا هذا العام إن شاء الله العام القادم إن شاء الله رمضان ونحن على أحسن ما يرام